أنت ذكرت في بداية الحلقة أن المسيح دفن قبل موته على طول ارتفع الأنتين عندي فما فهمتش هل أنت اقتبست هذا صح ولا فيه فعلا فيه شيء من هذا الموضوع ممكن توضح الموضوع المسلمين بيؤمنوا إما أنه هو البديل اللي احنا كلمنا فيه يعني البديل أنه هو الرفع قبل الصلب تاني حاجة الأحمدية أو القديانية بيؤمنوا أن المسيح وهو صاحي اتدفن وبعدين استفاق نظريته أغمى أغمى عليه وبعد كده فاق بعد ثلاثة أيام في القبر وقام وحاجر إلى الهند وعاش 110 سنة ومات هناك وعندهم قبر في كشمير طبعا حتى الإسلام بينكروا هذا الشيء يعني الأحمدية مش بينكروا لا مهينة أحمدية بدعة في الإسلام فإحنا لو إحنا في حد دلوقتي بيشاهدنا من الأحمدية أنا أحب أن أكلموا برضو على النقطة دهية في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها أن الجنود الرومان دول كانوا يعني مشهورين جدا بعنفهم والتوحش بتاعهم في تعذيب المساجين وقتلهم وسريب القتل المتعددة كان من ضمن القوانين للإمباير اللي هي رومان إمباير أو الإمبراطورية الرومانية أن الجنود المسؤولين على ناس أو مثلا مساجين مفروض أنه يموتوا والمساجين دول هربوا لأي سبب من الأسباب أو تحت سلطانهم هربوا المساجين دهية هم اللي يموتوا كل المسؤولين على المسجون ده هواد كلهم يموتوا فبالتالي إزاي فتست بوترس في أعمال الرسل لما الملاك أنقذ بوترس قتلوا الحراس لأنه المفروض يعني ينتبه بالضبط فهو دلوقتي المساجين دول مفروض أنه هم يبقوا تحت سلطان الحراس الرومان فالرومان بيتأكدوا أنه هم ماتوا علشان يبعدوا عنهم موضوع القتل عشان ما يتقتلوش هم بالنيابة عن المساجين فبالتالي دي بينفي أن المسيح يكون أحده التلاميذ من على الصليب وهو صاحي وهو مغمى عليه أن الرومان لازم 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 يتأكدوا أنه هو مات تاني حاجة دلوقتي لو إحنا بنقول أن المسيح اتعذب قبل الصليب فطبعا فيه أثار للجروح هو مش بينكر الصليب فيه أثار مسامير في إيديه وفي رجليه إزاي المسيح بعد كل كم التعذيب ده هوت يقدر أنه هو يمشي عادي جدا في الطريق إلى عمواس مع تلميذية عمواس إزاي يدي له قدرة أنه هو يشوف كده والتلاميذ نفسهم أما هيشوفوه هو بالجروح ده بدل ما هم كانوا يطلعوا ويبشروا بالقيامة ويبتدوا أنه هم ينشروا الكلام على القيامة ويتعرضوا للاضطهاد بل بالعاج كمان كان بيتعرضوا أنه هم بيموتوا من أجل البشارة بالإنجيل بقيامة المسيح كان ممكن أنهم كل الحاجات ده هي تتلغي لأنه لو هو ظهر للتلاميذ بجروحه بدل ما كانوا يخرجوا يتكلموا على قيامته كانوا يشوقوا عليه ده هيبقى مليان جروح ومليان تعذيب أصار التعذيب واضح عليه طبعا الدراسة بتاعة الموضوع ده هوت واللي يلغي فكرة الأحمدية تماما فيه كتاب اسمه The Case of Christ أو أعرف الكتاب Case of Christ بيكلم على القضية المسيح اسمه القضية المسيح ده بتناول المواضيع ده هيت بشكل علمي واللي كاتب الكتاب ده هوت هو شخص مو ابتدى بداية البحث بتاعه ملحد صحفي وملحد وانتهى بالحال إلى أنه هو آمن بالمسيح بسبب كم البراهين والإثباتات اللي أثبتت على موت يعني قد تحكي بهذه المعلومات لو سألت أي مشاهد الكبير أو صغير رح يضحك على الموضوع أيعقل بعد يعني مئات وألاف يعني إحنا الأحمدية إم تبتدت يعني محديث بس أنه يصدق هذا الإشي ويلغي كل التاريخ ويلغي طبيعة الله وصفات الله والأغرب أنه بحاول يستخدم الكتاب المقدس عشان يثبت يعني وهنا أنا باعتبره لو أنه شخص لا يوافق ولا يتطفق بحترمه أنتو بتآمنوا بالصلب إحنا من نقامنش بحترمه أما يعود يفبرك لعقله ويحاول يعصر مخه أنه يلاقي من الكتاب دليله ما فيش دليل واحد حتى يؤيد نظريته هذا يعتبر ذهن فاسد ترجمة نانسي قنقر